أعلن رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد عن نزاع عمل شامل في جميع المرافق العامة عقب عدم التوصل الاتفاق مع وزارة المالية بشأن خطة وزير المالية والتي تقضي بتقليص أجور الموظفين الحكومين بمبلغ إجمالي يصل إلى 700 مليون شيكل وتعقد مؤسسات الهستدروت عدة اجتماعات منها اجتماع اللجنة التنسيقية وتنفيذ الإعلان عن نزاع عمل ثم جلسة خاصة لقيادة الهستدروت تم الدعوة جميع رؤساء النقابات المهنية في القطاع العام لحضورها وقال بار دافيد أنه مستعد للنضال على الرغم من استعداده للتوصل إلى حل بالحوار لصالح المرافق الاقتصادية كما وأكدت مصادر في الهستدروت أن النقابة العامة لن توافق على خطة كاتس